المثال الثاني الآخر الكريم معه ولد صغير تعال يا سيد تعال وهذا معه ابن صغير خلي يا أخي تعال اسمك ايش ابوي سعيد وانت اسمك ايش الآن معي الأبناء عبدالله وسعيد أبو عبدالله جالس هناك وأبو سعيد جالس هناك هذا الابن الصغير لو أنه كان يمشي حافيا في الشمس وتألم أنا إذا رأيت هذا الشاب الصغير سأخاف عليه من الشمس وأحمله لو كان بردان تعال يا سيد تعال يا عبدالله عن التكييف خوفهم عليه بس خوفي أنا مهما برغت في الشفقة ليس كخوف عبدالله أبو سعيد ليس كخوف اسمك كريم كيمور وليس كخيف تيمور على ابن عبدالله لأن رحمتي لهم مهما كانت أقل من رحمة من يقرب له لو جاء عم عبدالله أو عم سعيد وعم عبدالله فرحمة عم عبدالله وعم سعيد أشد من رحمة وأكثر بحكم القرابة عموما لو جاء عبدالله وجاء تيمور لا مقارنة ولا مقاربة بين رحمة الوالدين الوالد ورحمة غير الوالد رأى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة تضم صبيا لها في السبي فقال لأصحابه هل ترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قالوا معاد الله ويهتقدر على أن لا تفعل كيف تضح ابنها في النار كيف يرضى سعيد عبدالله يضع ولده في الشمس كيف يرضى تيمور ما يرضى ما يرضون أبدا بل يمشي أبوه أبو سعيد عبدالله في الشمس يقول أنا أتألم بس ابني الصاير ما يعطي الشي وتيمور يمشي في الشمس يقول ابني عبدالله ما يعطي الشي رحمة الأبوة فرسال امرأة هذا المنظر أمامها امرأة تضم صبيا لها فقال لله بعباده أرحم من هذه الأم بولدها فالله بهذا الصغير وبهذا أرحم ليس مني بل من أبيه ومن أبيه ومن ولده فكل ما رأيت أب أو أم تخاف على صغيرها وأنت فأعلم أن الله تعالى أرحم بك من أمك وأبيك وأختك وأخيك وكل من في الدنيا هذا الكدية هذا الكدية هذا الكدية يلا إذن هذا المثال الثاني رحمة رب العالمين بعباده فمهما برغ فيك من الرحمة فأعلم أن هذه الرحمة مهما عومت فهي أقل من رحمتك بل لا مقارنة ولا مقارنة فضلاً عن التلفيب القياسي ما في مقارنة لا الله بعباده أرحم من هذه كم نرى في حياتنا لك النظر بعين البصر إذا إذا رأيت شخص يرحم ولده وأنت تذكر نظر البصيرة التي طبقها النبي عليه الصلاة والسلام وعلمنا عنه والقرآن الكريم فأيات النظر في العموم في الغالب والسنة كلها تحث على نظر البصيرة لأنه الأصل في الخطاب القرآني والنبوي